عدد البطولات اللي حيلعبها نادي الآلي السنة الجاية دي أحمد مهمة جدا 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 عايز حضراتكم تحفظوها هي جرافيك حنعملها لحضراتكم جرافيك حالا لكن لازم تتحافظوا زيادة تعرف لأنه الحقيقة برضو بتعاد كرة القدم وبعض من لايوش أو بعض الأسماء المزعين في الإعلام المصري اللي ما ميشجعوش النادي الأهلي طلعين يتكلموا عايزين يخلوه لتاعة 25 القيمة 25 فمعنش لكن هم يشتغلوا عشان خاطر النادي الأهلي يقع يقع بالزبط كده ولكن احنا برضو محتاجين نقول للناس احنا هنلعب كم بطولة السنة دي السنة انا هقول لحضرتك رقم مصير جدا للنادي الأهلي رقم خطير النادي الأهلي السنة الجاية معرض ان هو أو مش معرض هو هيلعب السنة الجاية عشر بطولات بس 71 مباراة 71 مباراة لو وصلت النهايات لو وصلت النهايات نعرضهم كده 71 مباراة ده من بداية شهر أغسطس أغسطس اللي جاي من واحد تمانية واحد تمانية هنقول لنا احنا خلصنا الدوري في آخر سبعة ماشي تمام مش هنحسب الدوري ده يعني اه مش هنحسب الدوري ده خلاص ما خلاص ما هو تلحم مواسم اوكي تعال بقى من واحد تمانية 71 مباراة ازاي الدوري الجديد 34 مطش ماشي كاس مصر الجديد اللي ان شاء الله من دور ال32 للنهاي 5 مطشاط كاس مصر الحالي انت هتلعب يوم الحد الجاي مطش في كاس مصر هيتبقى لك فيه اربع مطشاط اللي هو لسه مش عارفين هيتلعبه امتى ماشي من واحد تمانية ده الحاجات ده في حالة وصول نادي الالي للمباراة ايه ان شاء الله يعني السوبر المصري الجديد هيتلعب على ايه اللي هو هيبقى اربع فرق اللي هو في الامارات ها هيتلعب على مطشين هيبقى مثلا هيبقى بطل الرابطة والاول والتاني وفريق من اللي هيتم استدعائه يعني تمام اربع فرق هيبقوا على مطشين وبعد كده يعملوا نهائي يعني النادي الاهل ان شاء الله لما يوصل نهاية في السوبر المصري الجديد البطولة الجديدة هيبقى مطشين مش ممطش واحد تمام السوبر الافريقي اللي هو قدام اتحاد العاصمة الجزائري ده مطش واحد دور السوبر الافريقي اللي هو البطولة الجديدة ست مطشات اللي هو ازهاب واياب دور الثمانية ونص النهاية والنهاية دوري ابطال افريقيا هتلعب اثناشر مطش اثناشر مطش ازاي اثناشر مطش ازاي هيبدأ من ديسمبر. هيبدأ من ديسمبر دورة عبطال أفريقيا السنة دي. بعد ما يخلص دور الصبر للأفريقي. تمام. وكسل علم للأندية تلات ماتشاط. اللي هو دول ماتش الأول. والتاني يهما النهائي يهما التلات والرابع. ماشي. تلات ماتشاط. وبعد كده كسر ربطة المصرية أربع ماتشاط. لأن النادي الآلي بيلعب منين؟ من دور الستاشر في كسر ربطة. الستاشر والتمانية والنص النهائي والنهائي أربع ماتشاط لما تجمعهم تلاقيهم كام واحد وسبعين ماتش واحد وسبعين ماتش غير إيه غير إن فيه لعيبة زي فيه تسعة لعيبة في المنتخب عندهم عندهم كاس أمم أفريقية في كود دوفوار وفي بيرسي تاو في شهر يناير بيرسي تاو في جنوب أفريقيا علي معلول في تونس كريستوف تونس أليو ديانج في مالي أحمد الجندوزي ممكن يروح منتخب الجزائر لو مستوى تقلق عن كده يعني مش هاتحسن عن كده ممكن يروح منتخب الجزائر كمان فأنت عندك كل اللعيبة هتلعب واحد وسبعين ماتش غير كاس الأمم الأفريقية السنة الجاية ده أنا دخلت أعمالت النار مع الماتشاط اللي هي بتاعت التواقف فيه تصفيات كاس عالم وخلي بقى لك احتمال يبقى فيه بطولة عربية معرفش بطولة عربية للمنتخبات زي بتاعت السنة اللي باتت ده احتمال وتحت رعاية الفيفا برضو وفيه الماتش الأخير بتاعت التصفيات بتاعت كاس الأمم وفيه وكيد هيعمل شهر تسعة توقف دولي وفيه أكيد هيعملوا معسكر إعداد قبل كاس الأمم الأفريقية وفيه تمرين كل أمم وتمرين وفيه آه فأنت في الآخر لا بقول لك بدل من خلي القائمة 25 زي ما صاحبنا عايز يعمل خليهم 20 لا لا وسؤال بجد وضاء ليه خالفتك برضو في أيام 2006 و2008 نفس الطلب ده تم عرضه وأعطاك الساعتها برضو يعني اتنفذت في السنة السنين بعد ما الأهل بيكسب دورة بطاقة فرقية